أين نقاط الضعف في الفريق الموريتاني اللي ممكن حسام حسن يلعب عليه؟ كتير أفكرة أن نقاط الضعف أولاً وبس عنده مهاجم كده يخضنا شوية اللي هو إدريسا تيام مع سليمان قال اتنين دول يخضونا شوية من العرضيات فطول ما أنت محجم خطورة الزاهرين لما بيطيروا وده في استاد قاهرة أو في مصر مش هيطيروا بشكل كبير لكن عنده عيب في النصف أنه ما بيعرفش يرتكز على الكرة بشكل سليم ما بيعرفش يبني الهجمة من تحته وما بيعتمدوا على بناء الهجمة من رجل رجل على الأرض فلو ضغط عليهم بيتدربك بيتكهرب فممكن يسيب الكرة فتقطع معنك في الضغط العالي بالشكل المدروس مع توزيع المجهود من المدخب النواطن ممكن تقطع الكرة بشكل أفضل كمان خط الدفاع في العرضيات مش برضو أحسن حاجة طوال القامة لكن ما بيعرفوش يطلع الكرة بالشكل المتقن السكن بول أو الكرة الثانية اللي بتخرج من دفاعهم مش بيعرفوا يستلموها أو بيبقى وشهم لمرمهم فبيخطئوا أخطاء كثيرة فبشكل عام لا فيه أخطاء منتخب موريتانيا ومش بالقوة الكبيرة اللي شفناها عليها في الفترات الأخيرة ففرصة كبيرة للمنتخب مصر النوحة نتيجة إجابية كمان قبل مباراة السلساء يوم 15 بإذن الله ودي مباراة الجولة الرابعة دائما صاحب الجولة الثالثة هو اللي بيواجه في الجولة الرابعة فهنروح لنواقشت إن شاء الله في موريتانيا هنكون فيه مبراء وكمان على أرضية نجيل صناعي فالأمور هتختلف شوية مع استعداد منتخبنا الوطن لكن بإذن الله من النهاردة نحط النوطر كم تسعة نحط قدم في المملكة المغربية بإذن الله في كاسة الأمم الأفريقية